نرجع تاني بقى للرسول عليه الصلاة والسلام ونحن في شهر ميلاده كأنه أستاذ في كلية الطب والله العظيم انت بتقطع الكبد اشتري كبده من الجزار وقطعه هتلاقي الدم نزلت منه لماذا؟ الدم بيمشي في الكبد مش جوه أوعية دموية مش جوه أوعية دموية يعني مثلا العضلة دي دم داخل فمصورة 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 حد ما يخرج المخ دم داخل فمصورة 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 حد ما يرجع الأوردة كلها مواسير مغلقة معادة الكبد والتحار دم يخش ويفتح يغرق الخلايا ويتلم تاني وتخيلين معايا زي ايه هات سفنجة وحط فيها خرطوم مية وهنا شفاط المية دخلة في السفنجة كلها والشفاط بيشفطها تاني هنفطار السفنجة جوه علبة علبة كلاستيك فيها سفنجة وأنا بدخل لها مية من هنا اما تمسك السفنجة دي مية كلها مية الكبد كده طيب انت لما بتجيب اي حاجة تتبحها بتعلقه كده بيصفي الدم كله بتقدر تاكله ولازم تتبحه ان الدم حرام طيب الكبد دي بقى حرام الكبد والطحال حرام ليه مليان دم وربنا حرم الدم فالرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله وحل لكم دمان وميتتان يعرف منين الرسول ان الكبد ده مش دي بقيت الجسم مش دي بقيت الجسم مش دم بيخش في أوعادة موية ويروح خارج تاني يدي الغزاء ويروح خارج تاني لا ده سفنجة فيها دم اما حرم الكبد واما الحديث ده يتقال مفيش تالت اما كان ربنا حرم الكبد لانه دم واما الحديث ده يتقال احل لكم دمان وميتتان الدمان الكبد والطحال الطحال زي الكبد في حكاية الدم انه ينزل كسفنجة وميتتان الجراد انا رحت اليمن لقيتهم بيأكلوا الجراد والسمك السمك ميتة هي طلعت من المية صحية شوية دقيتين تلاتة وميتت فحل لكم دمان وميتتان ده اعجاز غير عادي للرسول عليه الصلاة والسلام في الدم بالذات انه هو يحل الكبد والطحال عشان الدم فيهم سفنجة ده عبارة عن كتل الدم من crystal